س Guhaibardn الأول الأول في هذا الفيديو سوف نبدأ في هذا الفيديو واحدة مهمة هذا التلخيص هذا هو تلخيص حسب الإطار المرجعي يعني يكفي أنك تبع معي هذا الفيديو وتكثفي بهذا الفيديو بالنسبة للملخص في جميع عناصر الإيجابة اللي غادي قدروا يكونوش الله في امتيحان واحد الحاجة اخرى كالسي اللي هو كل نوابية هو انه وليس انت غادي يكون فيه في امتيحان 12 نقطة مقابل 8 ديال النوقات للنوكليا يعني النواوي الملاحظة الاخيرة هو انه كنت سوى قريباك بالفرنسي سوى بالعربية تبع معي الفيديو لانني عملك ترجمة قادي نصرح بالفرنسي و بالعربية بقناعمل ترجمة مزين نمشن الإيطار المرجعي في الاند ميكانيك البروغرسيف سنجبرو طرحين بزاف ديال الكيسيون هما عامنين بزاف ديال العوارض حنا في كل عارضة هذين نضيطيقوا فيها صعفين الكيسيون اللي ترحو علينا في حدوث الثلاثة ديال العوارض الليولة شنو قالونا ديفينيغ اند ميكانيك ايه سا سيليريتي اند تانسفرسال لانجتوديونال و اند بروغرسيف يعني بالعربية قلتيني تعريف موجة ميكانيكية سرعة ديال انتشار دياله موجة طولية مستعراضة و موجة متولية يعني هذو كلام نيخصي نعرف الديفينيشون ديالهم لانه يقترع تلك كيسي ام الموجة الطولية هي كده و اعتكد بزاف ديال الاقتراحات و انت تسقطر الاقتراح الوحيد الصحح يعني كنزيد كنأكد بانه نارد منتح ان شاء الله عدي يكون اقتراح وحيد فقط اللي صحح من بين الاقتراحات اللي كيني مزيين دبعا عدي نشي نجاوبه الى السؤال هاد دبعا عدي نعملكم نهات الشيما هادي قصي تكون عندكم في عقلكم باينة عدي نبدو كي شو جديل انواع ديال الموجات كي الموجات الميكانيكية والموجات الالكترو مغناطيسية او للموجات الطوئية هادو اللي غدي نشوفوهم في الفيديو التالت الموجات الطوئية ولكن ما كين باس غدي نقول لكم كي لكو يعني غماغك على هادو الموجات الالكترو مغناطيسية مزيين كي الموجات الميكانيكية هما اللي طالبين منها نخصنا نكونوا عارفين الديفينيشان ديالهم الميتة اللي باسط دير واحد الموجة ميكانيكية هو انه مثلا عندي واحد جوج ديال الاشخاص كل واحد فيهم ركب باطق هنا واحد الموجة يعني الموجة ديال البحر كتنتصر يعني كتتحزلي شوية هادو الشخص اللي كين في البوان ا يعني كيوقع واحد ديالانغاشان واحد الاستيطالة داد البوان ا ومبعد كتدوزو كتتمشي كتتوصل لبلي صافي دونك ديفينيشان او للتعريف ديال الاند ميكانيك هي بروباقاشان دو الالا پيرتورباشان دونزا ميليو متاريال او الانتشار تشويه في وسط مادي هادو التعبير او للتعريف ديال اند ميكانيك يعني خصدروري واحد الواسط مادي باش تنتشر هاد شوي هذا العكس ديال الموجهات الالكتروميغناطيسية اللي غادين شوفوهم بعد لا تحتاجوا الى وسط المادي من اجل الانتشار مثلا الرايان او للموجهات اللي كيجيونة بالشمس راكينت كي كيدوزو في الفارغ يعني كيمكلون انهم ينتقلوا في الفارغ العكس ديال الموجهات الميكانيكية مايقدروش ينتقلوا في الفارغ والمثال هو انه مثلا الى اهدرتي او لا طلقتي الصوت الى اهدرتي او لا نسمعوك لان الصوت هو موجهة ميكانيكية يعني يخصو ضروري واحد الواسط المادي بشين تاشر مزيان دابا دابا دمشو السؤال ثاني اللي ترحوها لنا هو السيلغيتي يعني السرعة ديال واحد الموجهة ميكانيكية السيلغيتي هي الفيتس ديوباقاشن ديوباقاشن دانز الميليو ديوباقاشن مزيان بالعربية هي سرعة انتشارت شويه في وسط الانتشار يعني السيلغيتي سهلة هدي ما ما كنظنش انه يطيحكم في كل ساعة مشنين السيلغيتي ولكن الحاجة اللي كنركز عليها هي هدي ان شاء الله اللي تسعين و تسعين في المية غادي طيحها لكم هدي يقول لك السيلغيتي ديوباقاشن نعرف بان سرعة انتشار ديوباقاشن الموجهة ميكانيكية في واحد الحال爷 ديال وسط ديالي فالكاً سيدي بلوز من الميليو اريجيد بلوز يعني السيلغيتي اي امبور точنش كيفش الميليو اي جيد الى الميليو يعني كل ماكن عندي انا الواسط ديالي هو واسط علم لانضر الرحى اي امبور صحين كل ماكن عندي انا نقدو المريل الىierto انتشار أحد الموجهة علي طول الحبل الطرف الآخر للحبل كل مكان عندي داك الفيل تند يعني مجبت يعني غيجيد كل مكان غيجيد كل مكان مجبت كل مكان الموج اللي تنتشر فيه تنتشر بوحت صرعة كبيرة كول مكان عندي انا المليو ديالي غيجيد كل مكان تسي important مزيانا هذا العامل الاول العامل التاني ما كيكونش دائما نغير فلحالة ديال المليو ديسبيرسيخ ولا الوسط المبدد et de la fréquence de l'onde dans le cas de milieu dispersif يعني العوام المؤثرة على سرعة الموجة الميكانيكية هي حالة الوسط زائد تردد الموجة في حالة الوسط المبدد يعني إذا كان عندك مليو dispersif مزيان يعني إشنا هو مليو dispersif في الوسط المبدد هو الوسط السرعة دي انتشار دي الموجات فيه تتعلق بالتردد ديال هاد الموجات و الامتلة دي الوسط المبدد اللي كانعرفو للميو dispersif اللي كانعرفو هو مثلا الماء و كانعرفو عو تاني بالنسبة للموجات الضوئية شكل اللي كيعمل اللي تتبدد ديال الموجات الضوئية هو الموشور دونك هادي اولا لبريزن دونك هاد المعلومات خيشكم تكونوا عارفين دبعا نعطيكم دز اجزامبل اللي خيشكم تعرفو قلنا بأن هنا الميليو او كي اضطر هنا لاكوغ طندو اعطيت لكم انا الميت يعطي لكم زعمل كل ما كانت لاكوغ طندو يعني كل ما كان عندي الميليو ريجيد يعني كل ما كان عندي الحبل مجبد مزيان كل ما كانت عندي السرعة ديال نتيشار ديال الموجات ديال الميكانيكية على طول الحبل كل ما كانت كبيرة مزيان نزيد لكم واحد المعلومة مهمة يقدروا اضطرها لكم في كيساء معو جاني خيشكم تعرفو بأن السرعة ديال نتيشار ديال الصوت الصوت في الميليو صوليد مثلا في الزجاج و عللوش شي حاجه فيquad الميليو صليد يعني دقشة ميكروسكوب كي عرفوه كتكون كبيرة من السرعة متشار ديال الصوت في الحل في الماء fight عمsequently و كتكون كبيرة من السرعة لانتشار الصوت في الهواء السرعة متشار الصوت في الهواء واللي هية 342 متر escre kilometres óst pei ولدينازف information vh zon 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 u zon zon إنه إنه الميزاني channels معنى الإماناتية السميزية معظمائة الإنتصار الإمانة الإسرابة تووف تش looked ... قررر ... إنه 16U أو المنزلé هي موجات طولية اتنسيون اتشرف الكوسة ان شاء الله وولتراسونار يعني الموجات الفوق الصوتية يعني للفريقنس ديالهم كنا نشنا في واحد الفيديو كيكون كبير مربعين الف هيرتز لزند التراسونار يعني الموجات الفوق الصوتية حتى هي تتمنوا دزند يعني المنحة الانتشار ديالهم مع منحة ديالتشوي كيكونوا متعامدي متوازين عفوان بالنسبة الامتيل ديال لزند ميكانيك تهون كين دو تيب كين لولن دانفيل يعني انتشار موجات على طول الحبل وكين كوف دو يعني في الحوض ديال الماء مثلا سقطي واحد الحزرة واحد حوض ديال الماء تلاحظ انتشار واحد الموجات ميكانيكية على سطح الماء غدي نسيدو اخر حاجة عنصر وهو مهم بالساف في هاد العريض اللي عملو في الاتر المارشعي هي دب احنا اللي كننا كنشوفو قبل هنا شوفنا هير لزند ميكانيك عرفنا عرفنا هم شنا همات الفيتس ديرهم بحيانا قلنا لزند ميكانيك الميكانيك وليانه يترجم الناس الناس لزند ميكانيك وليانه يترجم الناس دابا كنزيدو لزند ميكانيك مثل حد العنوان هذا la يعني الاماتيه كتبقى بلاسه شنو اللي كتتحرك ليه الانيرجي اي واحد الانيرجي كتنتقل ودك الانيرجي هي اللي طلعت لي الباطو دونك هنا يهى سانترانسبورد لاماتيه ولكن الانترانسبورد لانيرجي يعني انتقال الطاقة نمشي ونعملو اطلالة على لزند إلكترومانياتيك والموجات إلكتروميغناطيسية والموجات ضوئية هو الرزولة دو فيبراشن كوبلة دو شام إلكتريك وشام مانياتيك المجال الكهروميغناطيسي والكهربائي والمجال الميغناطيسي يعني هذي قدرتوح الكمبكوثي ام وانهو مثلا موجات ضوئية هي عبارة عن جد نقاط انتشار مزدواج للمجال الكهروساكن والمجال الميغناطيسي هو الجواب الصحيح ومعلومة الاخرى هو انهو ننسيسيد با هاد لزند إلكترومانيشيك لها تحتاج لواسطين انتشار وسط مادلي انتشار العكس ديال لزند ميكانيك والمعلومة الاخيرة واللي كانت جاز واحد كثائم هو يعني الضوء عبارة عن موجة مستعرضة يعني شهية كانت اسميها موجة مستعرضة ولكن هي داخلة في لزند إلكترومانيشيك وكان الموجة المستعرضة اللي داخلة في لزند ميكانيك وما اللي شفناه منها على طول الحبل وحوض الماء يعني 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 هنا يعني 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 واحد هاد الشيما هادي هاد الشكل لي فيه يعني الاستطالة ديال الحبل بدلالة الزمن صافي؟ ماشي 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 يعني 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 يستطالة بدلالة إكس هناك تشوف الشكل ديال الحبل كيفاش كن نعمل صافي؟ ولا كن نعمل بحل هكا ولا الشكل الحبل كن غادي بحل هكا دونك هنا عطاولي إيقرارك ان فرنكشون ديالة يعني اعتنشون عطاولي بأنه هنا يا التة إقالة زيرو كان البوين ديالي في المنبع باقي ما تحرك شي في الانستان سفر فاصيلة واحد هاد المنبع كيطلع لي الماكسيموم يعني كذو قعل واحد ستة طالة كيطلع الفوق ها ها وفي الانستان هنا زرو جوز زرو تلاجة في الانستان زرو تلاجة تشويه ما يبقاش ما يبقاش في هاد البوان هادة كيغادر كيغادر تماما وإطلاقا كيغادر لي المنبع يعني باش نتبعوا معاكم مزيان شوف عادي نعملو حنا إقراجل باش نفهمو الامور مزيان ونفاكشون دو ايكس دونك هنايا الانستان تحت تساوي زارو الاستيطالة يتكون زارو و في الطنية عندما تصبح 0.1 هذا المنبع سيتم thinker هنا يقومbook بها 5 سنتيم عمي ؟ سيتم thinker هنا سمع لهذا في الطنية ان يكتبه و بعد ذلك عندما سيتم اصلح و في الطنية عندما تصبح 0.3 هذا المنبع سيتم اخرين منطقه يعني تشويه يعني تخصيه يعني بحل تشويه كم بدأ به أو صال به سروح إلى المصدر الأخيرة التي كان يأتي في الكرتج ومن بعد حين في الحدود الإنسان يصل إلى المصدر الأخير سوف ترد للمصدر الأخير ومجرأ الفقر ومن بعد أحضر ومجرأ ترد للمصدر الألعاب ومن بعد أن يرمي تردأ التعبير الإستيطار الأخير بلالة للمصدر يعني سنعرفوا ما سيقع هنا في الوطن الديبط في الاسورس جيد هذا هو الوضع الأمام عدنا بأن الوطن الديبط في اللحظة 0 يطلع لي الوطن الديبط في 0.1 سوية و يستطيعي الوطن الديبط في الديبط في 0.1 سوية الرائق월 كاملي الرائقفيل يبنية و سهلة أي ما ترقله ؟ هذا الرائق هو الحكيم او بحث أن المسالك الوضع في المرسل يمكنك السوء في 0 ثم يمكنك الملاغ في الوضع ثم يمكنك التعديد على على المرسل رجاءا نحن فلنحن الوضع على القطعة ثم يسمى الثاني نحن نحن فوق تلك الملاغة في المرسل فهو يمكنك أن نحن فقط سعيدة إلى المنبع سوف يصل لفوق الـ .m هذا يسمى تأخر الزماني يعني ما سوف تطلع هذا لفوق الى .m كيف نفعل؟ نعرف بأن الـ .distance SM على طو وعطوني الى distance SM هذا الى distance SM منين نحسبها نورمال إما عدي يعطيها لك ديريكتامو إذا يعطيك y على فنكشن بx وعطيك m هي وكيف تحسبلي الى distance SM نعرف؟ هذا هو الهدف لكي يديريكتامو مزيان هناك سم يقفل وعطيك 10m على طوال وعطيك تحسب لك وعطيك تحسب لك هذا الهدف وعطيك تحسب لكي يديريكتامو بعد ذلك ثلاثة هي يم ت يعني هناك ما تريده؟ يجب أن تكون تريده لكي تريدون لكي تريدون لكي تريدون لكي تريدون المنبع piggy يجب أن تريدون هناك تريدون المنبع أحب من المنبع أو المنبع سوف نعطيك حسنا ماذا سنفعله ؟ سنفعله سنفعله سنتبقه هذه العلاقة التي اعطينا في الإطار المرجعي والتي قرأناها هنا معلمه التي غير من تركزوش عليها بعض الأساتي هي يعني الاستيطالة 1.M تفعل الاستيطالة الاستيطالة في 1 لحظة T تفعل الاستيطالة في 1 لحظة T مزيان يعني انا شنو باش نتبعه مزيان اول حاجة غادي نعمل الغراف غادي نعمل Y لحظة الحاجة اللي اعرف انا هو التأخر الزماني كي يسوي 0.4 يعني تشويه ديالي فوقش غادي وصل لي 0.4 يعني 0.4 يعني 0.4 0.4 لا تفعل الاستيطالة لا تفعل الاستيطالة 0.4 0.4 مزيان الاستيطالة 0.4 يعني انا بغي نعمل الاستيطالة 0.5 0.5 ها شحال كتساوي لي كتساوي الاستيطالة ديال ما نبع 0.5 ناقل 7.4 0.1 استيطالة ديال ما نبع 0.1 شحال كانت كانت خمسة نطلع الخمسة مبعد نبعي الاستيطالة ديال هادي البون هادا 0.5 6 7 7 هنا استيطالة 7.7 كتساوي استيطالة 7.7 ناقل 7.3 6.7 ناقل 7.4 0.3 يعني يعود انه يرجع لي ال .0 هنا كانت الاستيطالة لكي نكونوا شوية واقعيين هنا الاستيطالة كتسولي 0 وهنا الاستيطالة كانت 0 لان كانوا شوية كان في نوقات اخرى من غير ال .M كانت منها بأنك نفهم شوية القضية وبين دوزو ال . 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 في الدروس اللى يدخلين في اطر مرجائي يعني العدة تريبية اللى شفتوهم لحل مثلا دي المعايارة خلصكن تكونوا عارفين العدة تريبية دي المثلا ال . عدة تريبية الخلصة اعرفينها عدة تريبية عارفينها لانو يقدرو اسوالكم شنو كانحتاجو في العدة تريبية او يعطيكم الاختيارات نحتاجه كدة عن تحتاجه كدة عن تحتاجه كدة عن thu نحن عليكم العارفين اللي انه كنت في ايطار المرجعي هناها غد نعطيكم واحد لرؤى مارك هنعنشوفوا هنى الإكزمبل la vitese قال لكم قصي راح تبيانة ذريبية احنا ان راح تبيانة ذريبية انا غد نقصى عنه احت راح لكم واحد تبيانة ذريبية راح تحديد وعند الصرعة راح تحديد وحد الموجه الصوتية موجه الصوتية اللي كفنا نرى هنه هو موجه ميكانيكية متوالية طولية كيف ما يشوفنا واحد المعلومة عليها تقدر تحكس بأن الفريقونس الصوتية في غاز يتساعد في غاز يعني في غاز تتعمد على الضغط والمس والكتلة الحجمية من هذا الضغط هذه مهمة يقدروا يترحوا عليكم التجربية هي كالتالي انا بغي نعرف السرعة ينتشار في واحد الموجة الصوتية مزيان في الهواء في واحد الواسط هنا عندي الهواء مزيان كيف سوف نعمل سوف نعمل واحد مكبر الصوت اللي سوف يتلقل الصوت وانا سوف يتلقل المكبر الصوت يجبني برانشيه مع الضغط لاني برانشيه اما برانشيه او لا سوف ترحظوا تجربة تيار متناوب جيد مزيان بعد من يجب أن نعمل هذا الهو بارلر هذا الهو بارلر يبقى يتلقل وده زند صونار مزيان كيف تشرف الهواء هنا سوف نعمل دو ميكروفون اللي سوف نسميه الكابتور 1 وهذا الميكروفون تشاني اللي سوف نسميه الكابتور تشاني وهذا الميكروفون سوف نعملون بوحدة دستانس بينهم دي اللي نكون عارفة هنا سوف نحسب هدو الهواء يعني نحط هذا هنا ونحسب واحدة دستانس ونعمل ولا سوف نضيح الميكروفون تتريد من travail نربط بكم مشرvas 03 هذا Mark من البنط ي principalmente تسمى الهواتي للمقه المرديد لده يساعد ي revisit إذا لاحظتها هو الكابتور 1 كي قابطي هاد اللي زند صونه قبل من الكابتور 2 بشحال مودة الزمانية اللي قابطة هي هاته هي هاته دونك طو كاشمشي كتجيب دام لسكيلوسكوب كتتدرب النمرة الديفيجيون كتدربة في السنسبلية هوريزونتال يعني الحساسيه هوريزونتال الوفقية كتدربة في عادة التتريجاز كتتعطيك بار اكزمبل 2 ميليسكند لشحال مكان ولا دستانس كاشكون عارفا دونك للا دستانس اللي عارفا الهل طو اللي كتجيب دام لسكيلوسكوب وكاشكون دي ترمينيجي للا دستانس دوناند صونه وبي هادا نكونو سالينم هاد الفيديو هاد اللي موهم بزاف ده تطايل لغسكم تميت ريزيون وكتدرب لكم موعد نشاء الله في الفيديو التاني والتالي تيل تلخيس دي لازند ومتنساوش نشاء الله على باق موجود لكم مفاجئة كبيرة في المط وفي الشيمي وحش الفيزيك الفيزيك وإلى فيديو قادم إن شاء الله